وبيواصل كمال منتخب الشباب استعداداته لمواجهة غانا الأول للمحليين في المروفا الثانية اللي بيعول عليها محمود جابر للوقوف على أفضل العناصر اللي هتمثل الفرعنة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة الألماني يورجين كلاوب المدير الفني لفريق ليفر بول اتكلم عن آخر استعدادات الريدز لمواجهة نادي ليستر سيتي النهاردة في الجولة الثمنتاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وقال كلاوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لستر سيتي لديهم لعبونا رائعون لذلك علينا أن نكون مستعدين لهم ونحن متحمسين جدا ونشعر بأنها انطلاقة جديدة كليا نشعر بالرغبة للانطلاق بقوة لكن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة الهولندي جاكبو لاعب فريق ليفر بول الجديد أشاد بالنجم المصري محمد صلاح وقال أنه عايز يتعلم منه ويحسن من مستوى باللعب معه وقال كمان جاكبو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفر بول تحدثت مع فاندايك عبر الهاتف كثيرا في الأيام الماضية ما قاله لي هو أن هذه الخطوة الصحيحة بالنسبة لي وأن يطور من نفسه وكمان يصبح لعب أفضل والنادي هنا كبير تصدر النجم المرويجي هالند التشكيل المثالي للجولة 17 من الدورة الإنجليزي واللي خلصت منافستها أول مبارح بفوز السيتي على ليتز يونايتد بنتيجة 3-1 ونروح للأخبار العالمية ونبدأ بعودة الدورة الإسبانية بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022 وهنبدأها بتعادل جيرونا مع فريق رايو فاليكانو وبنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت الفرقتين مبارح ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد علق على أزمة النجم الفرنسي كاريم بنزيمة مع منتخب الديوك في بطولة كأس العالم 2022 قبل مواجهة بلد الوليد النهاردة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإسباني أنشيلوتي قال لا أريد الخوض في قرار فرنسا لكن لقد قيمه حالة بنزيمة في تلك اللحظة أضاف كمان المدير الفاني للمرينجي أعتقد أنه لن يتخطى فرصة المشاركة في كأس العالم بأكملها لكنه عاد إلى هنا في العاشر من ديسمبر بحماس كبير لأنه يعلم أن النصف الأول من الموسم لم يكن يسير معه بشكل جيد وسيطر فريق ريال مدريد وبرشلون على التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإسباني خلال عام 2022 واللي هيتم إزدال السطر عليه بكرة اشتركوا في القناة